أول فقراتنا في صباح ني مع الأخبار أول خبر معنا النهاردة بيقول قام قداسة البابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة الماركوسية صباح أمس بزيارة مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي لتقديم التهناء بعيد الفطر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورجال الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وخلال الزيارة قال قداسة البابا أن مصر بخير طالما الأزهر والكنيسة بخير فهما صمام أمانها وراءتيها كما أوضح قداسته أن مشاعر المحبة الإنسانية بين الأزهر والكنيسة نموذج يمتثل به في المحبة ضم الوفد مرافق لقداسة البابا أصحاب النيافة الأنباء ماركوس أسكف شبرى الخيمة والأنباء يؤنس الأسكف العام والأنباء إرمية الأسكف العام رئيس المركز الثقافي الكبتي الأرثوزوكسي كذلك ضم الوفد القصة أنجيلوس إسحاء والقصة أمونيوس عادل سكرتاري قداسة البابا والقصة بوليس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوزوكسية والدكتور سروت باسيلي والمستشار منصف سليمان ودكتور جيرج الصالح